احنا عندنا جليس ساعات بيتسرسب من ايدنا ويبعد بعيد عننا لكن هو الجليس ده احنا محتاجين نعيد استكشافه مرة تانية ونعيد معرفته مرة تانية لانه هو في الحقيقة ما ينفعش يبقى مدة زمنية لكن هو لازم نتعامل معاه بطريقة تانية خالص تجعله شيء بيسري في حياتنا وشيء بيسعدنا وشيء بيخلينا دايما متجددين ويخلينا قادرين على التغيير في حياتنا الشيء ده انتوا عارفينه ايه؟ الشيء ده هو الشباب احنا بنتكلم عشان احبابنا اللي معانا كتير بيكون عندهم احساس بان الحياة مرت والاحياء والحياة فات وقتها وفات منها كتير بيبقى عندهم حالة اسمها استرداد الشباب وعشان كده احنا مخليين الحلقة دي النهاردة لان الفترة اللي فاتت لقينا الشباب موجودين عندنا وبنتكلم عنهم وبنتكلم عن اللي بينتظرهم طب احنا كلنا ايه اللي بينتظرنا؟ فكنا لازم نتكلم عن استرداد الشباب استرداد الشباب كقيمة حتى عند الشباب حتى الشباب عايزين نتكلم عن استرداد قيمة الشباب عندهم فإحنا عشان كده بنتكلم عن استرداد الشباب باعتباره قيمة وعشان نقدر نتكلم على ده أنا حد من أولادي هو كبير ولكن في نفس الوقت عنده تجربة لطيفة حبينا نتعامل معها ونتعرف علينا معنا الأستاذة نهلها جمال إزاي حضرتك؟ أنا مساهدة نطعم مساهدة أنا عايزة أسألك أسألك قبل التغيير اللي حضرتك عملتيه شوية في حياة حضرتك كنت بتحس بإيه والله تحس للأسف بفراغ كده وملل وأن أنا مليش أزماء وحياتي بخلصت خلاص وقفت يعني عملت دوري في الحياة أولادي كبيره شوية فمش محتاجيني فحسيت بفراغ شوية وملل كده فحبت أن أنا أجدده يعني يعني لقيت الحمد لله ربنا بديني نعمة العمر والحمد لله لسه فلازم أجدد شبابي وحياتي عشان أستمتع بنامات ربنا خليني بقى أسألك سؤال واضح إيه اللي عملتيه بالتحديد عشان تقدري تستردي هذه النعمة اللي هي نعمة أني لسه في حياتنا فيه شباب الحمد لله والله أنا كنت بفضل الله كنت طولهم دايماً بلعب رياضة بحب رياضة بحب السباحة وبحب بلعب كرة طايرة واسباحة دايماً بس طبعاً الحاجات دي وقفت كلها لما تزوجته وأنجبته كده واتجهت ناحية مسؤولياتي يعني كده فسبت بقى الرياضة خالص وبنخلي بقى الرياضة دي لأولادنا بقى يعني إحنا منعبش رياضة وأولادنا هم اللي يلعبوا رياضة بقى بالضبط كده يعني أنا كنت باردين دايماً التمارين وكده وكان ببقى نفسي ألعب طايرة ألعب سباحة كده بس ما كنتش بقى بقى ألعب يعني كانت بوايا بس ما حققتهش يعني بغاية لما من فترة كده من شهرين ثلاثة كده جات لي الفرصة الحمد لله يعني لي يا صديقة شجعتني إن أنا أرجع تاني للسباحة وقلت هجرب يعني هاخد التجربة والحمد لله بفضل الله يعني رجعت تاني للسباحة ورجعت للتمارين والحمد لله برضو بفضل الله لقيت ناس كتير قوي في سني وأصغر وأكثر لا إحنا مش هنمشي كده أنت لأ أنت حصل حاجة وحضرتك مش عايزة تقوليها حضرتك إيه اللي حصل إيه اللي حصل حصل حاجة مهمة يعني أنا حصيت العمر بيجري مني حصيت أن العمر بيجري مني لا بس حصل حاجة بقى قبل ما نسأل بقى أثاري الحاجة دي أنت حضرتك حصلت على ماداليا آه حضرتك أصدك على ماداليا آه حاجتك حصلت على إيه الحمد لله حصلت على ماداليا دهبية وبرونزية لها حضرتك حصلت على البرونزيةNote وبعدين الدهبية صحرج أيوة طيب إحكيتنا بقى إيه اللي حصل احنا يعني في النادي نالا مشركة فيه كان فيه بطولة جمهورية بعد ثلاثة أسابيع كده تقريبا والمدربة قالتلي يعني ايه رايك نجرب ونخش وكده فالحمد لله بدأت التمرين الصبحية كنا نروح ساعة من تسعة كده الـ 11 ابتديت تواصل بعد التمرين الأول طبعا كانت صعبة شوية بس الحمد لله بفضل الله يعني كملت وكده ودخلت البطولة الجمهورية دي والحمد لله بفضل الله يعني دخلت كذا سباق أربع سباقات والحمد لله في اتنين منهم بفضل الله يعني أخدت مركز ثالث وواحد مركز أول والحمد لله كانت تجربة جميلة جدا جدا يعني يعني أنا بنصحك كل بصراحة أنهما يعني اللي عنده حاجة هواية أو رياضة يحب يعملها ما يقولش العمر وقفه خلاص أنا كده وقفت يعني إنه بس يكمل وإن شاء الله ربنا هيقر بخطره وحيسعده يا رب إن شاء الله حضيك شعره بإيه دلوقتي؟ والله شعره أن أنا إنسانة جديدة شعره أن أنا مولودة جديدة الحمد لله حس بسعادة وحس براحة نفسية وحس برضه صحيحتي تحسنت كتير قوي ونفسي تحسنت وحياتي كلها بغيرت الحمد لله بفضل الله يعني فكأني مولود جديد يعني ربنا إن شاء الله ربنا يسعدك بهذا الميلاد الجديد وأنا شكر جدا جدا أستاذ النهل على هذه التجربة وإن شاء الله مش بس يكون في الرياضة ومش بس يكون كمان في العمل الخدم اللي أنت حضارك بتقومي به بل يكون في كل الأنشطة اللي أنت بتقومي بيها إن شاء الله تتولدي حضارك من جديد ويفضل السعادة والهنى في رحابك إن شاء الله موسيقى